اشتركوا في القناة وثمنا معالي رئيس المجلس الأعلى للصحى الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى كما رفع معاليه الشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على متابعة سموهما الدائما لكافة الجهود المبذولة لفريق البحرين الواحد لتعزيز صحة وسلامة الجميع وشدد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحى على ضرورة التزام الجميع بتطبيق الإرشادات والتوجيهات وتنفيذ كافة الإجراءات التي يعلن عنها تباعا من الجهات الرسمية المختصة من أجل تعزيز صحة وسلامة المجتمع وخلال زيارته للمركز أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أن مملكة البحرين وبفضل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبفضل تكاتف جميع أبنائها والمقيمين على أرضها قادرة بعون الله على تجاوز كافة التحديات مشددا في الوقت ذاته على أن التزام الجميع بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وتقيدهم بها وعدم التهاون في تطبيقها في مختلف الظروف هو المسار الصحيح الذي نعول عليه لتجاوز هذه المرحلة بما يحافظ على صحة وسلامة الجميع وأوضح معاليه أن إنشاء هذا المركز وفي وقت مبكر جاء في إطار السعي إلى تسخير كافة الطاقات والإمكانيات والعمل بشكل احترافي ومنسق للتصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة موضحا معالي أن مركز الاتصال الموحد يعتبر البوابة الأولى للتعامل مع الحالات وتم تجهيزه وفق أفضل المواصفات والمعايير ويطلع بدور رئيسي في إنجاح الجهود الوطنية للتصدي لهذا الوباء حيث يقوم المركز بتوفير الدعم لجميع الحالات شاملا الحالات القائمة والمخالطين والمتواجدين في الحجر الصحي الاحترازي وكذلك الرد على استفسارات جميع المواطنين والمقيمين بما يختصوا بفيروس كورونا وفي هذا الصدد استمع معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المركز حيث أوضحوا بأن المركز يقوم بالرد على كافة اتصالات المواطنين والمقيمين بواسطة فريق مكون من أكثر من 180 موظفا وطبيبا متطوعا جميعهم مدربون للتعامل مع مختلف الحالات وتتراوح تخصصاتهم بين موظفي خدمة الاتصالات وأطباء من مختلف التخصصات وإخصائي تعزيز الصحة ويعمل المركز وفق أعلى معايير أمن المعلومات لضمان سرية المكالمات ومعلومات المتصلين ويبلغ معدل عدد الموظفين في النوبة الواحدة 50 موظفا وجاري العمل على مضاعفة هذا العدد إلى 100 موظف في الأيام القادمة ويتم تشغيل المركز بأحدث تقنيات مراكز الاتصال العالمية لتوفير أعلى مستويات الخدمة للمتصلين وإعداد تقارير الأداء لمتابعة مستوى الخدمة وضمان الجودة ويفوق عدد المتصلين 120 متصلا في وقت واحد أيام الذروة حيث تفوق عدد المكالمات 10 ألاف مكالمة يوميا ويوفر مركز الاتصال الدعم باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الأوردو لتسهيل التواصل مع الجاليات من الموافدين وأبدأ مع الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة تقديره وإعجابه بالجهود الوطنية المخلصة المقدمة من قبل الطواقم الطبية والصحية والمساندة والتي تساهم في إنجاح عمل مركز الاتصال الموحد لسيما المتطوعين منهم وبمستوى التعاون والتنسيق المشترك والجهد المفذول بين مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بهدف تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان الحدي من انتشار الفيروس تسارعا مع التطورات الحالية مركز الاتصال الوطني 444 يكثف سير عمله بجهود وطنية مخلصة حيث يقوم بمهمة الاستجابة الفورية على الجميع ويزودهم بالمعلومات والإرشادات الصحيحة المعتمدة من قبل الجهات المعنية لتفشي جائحة فايروس كورونا صباح الخير أمني معك تفضل نهلا من معي عفوا بجهزية عالية وبروح الفريق الواحد يعمل مركز الاتصال الوطني 444 على مدار الـ 24 ساعة على تلقي البلقات وترتيب مواعيد لفحص الحالات المشتبهة بإصابتها بفايروس كورونا وفق البروتوكولات المعتمدة عالميا حفاظا على سلامة وأمن المجتمع والحد من انتشار هذا الفايروس في مملكة البحرين اللي شفتها اليوم الحقيقة شيء مفرح وشيء واحد يبتهج باللي شوف لانا كنا ندائل من نسبة عن 4-4 ونعرف شغلها بس هذه أول مرة المكان هذه الحقيقة والحقيقة المكان كبير ومكان الحقيقي فيه استعداد كامل الأهم شيء في العالم الحين هو الاتصال ومعلومات فالاتصال معلومات الحقيقة هذه الأساس اللي يعني يخلي كلناس يشتغل كلناس عرفش يتسوي وكلناس يوزع الأدوار على الناس بسهولة فالحقيقة اللي شفتها عن الجماعة هني شيء الواحد يختار به وان شاء الله انها بيكون دائما عندنا تجارب مثبتة ومكتوبة ومسجلة على أساس انها دائما تكون هذه التجارب تكون يعني نحفظها حق المستقبل وكما تحتاج ما تحتاج تجرب مرة ثانية وانما تبني يعني خططك على المعلومات القديمة الموجودة عندنا وهذه أهم المعلومات بالنسبة للسيطرة والتعامل مع الوباء الموجودة مركز الاتصال الوطني يتلقى الاتصالات من قبل المواطنين والمقيمين وبمختلف اللغات كما يعمل المركز الذي يدار بإشراف من فريق متكامل على دقة تدوين المعلومات من المتصلين ورفعها للجهات المعنية وفق أعلى معايير أمن المعلومات نفتخر بالكوادر الوطنية الموجودة عندنا اليوم في فورفورفور في النهاية المركز يقوم ترى على متطوعين نستلم في اليوم أكثر من عشرة آلاف مكالمة أكثر من 120 مكالمة متزامنة تتلخص مهمة فورفورفور في الاستجابة للحالات التي فيها أعراض أي شخص في أعراض يتصل فينا على طول نرتب للفحوصات اللازمة أي شخص في مرحلة العزل وأيضا يحتاج لأي مساعدة طبية الأطباء اللي عندنا في فورفورفور يستجوبون لها على طول أي شكاوى أي مقترحات فورفورفور أو خط الاتصال الوطني هو الجهة الأولى اللي تستلم كل هذه الطلبات وتحولها إلى الجهات المعنية وهي الجهة اللي في النهاية تكون خط الوصل ما بين المواطن وما بين اللجنة الوطنية الطبية لمكافحة فيروس كورونا أنا متطوعة في فريق البحرين في الخط الوطني طب الفور لمكافحة جائحة كورونا طبعا وظيفتنا اليوم نحن نتلقى كل الإصابات وكل البلغات وعندنا أكثر من سبع لغات أبرزها اللغة العربية والإنجليش والأوردو طبعا وظيفتنا ككادر طبي لنأخذ كل البلغات والإصابات ونحولهم إلى أقرب أماكن فحص بالتعاون مع وزارة الداخلية والسعاف الوطني المتطوعون بمركز الاتصال الوطني ضربوا أروع معاني الولاء والانتماء والإخلاص من خلال خدمتهم للوطن الغالي في موقع حيوي في هذه المرحلة وأثبتوا أنهم جزء لا يتجزأ من فريق وطني واحد يعمل كل في مجاله واختصاصه في إنجاح جهود المملكة في التصدي لهذه الجائحة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين